كلمة ليرة كانت النجم في العام 2020 و2021 وخاصة إذا مرتبطت بكل من تركيا و لبنان وكذلك سوريا هل هي لعنة لليرة أم أن هناك برامج اقتصادية وأزمات متلاحقة جاءت على هذه الدول مما أثقل من كاهل هذه العملة وأدت إلى تراجعها مسار مختلف وربما مضطرب لجموع هذه الليرات ولكن أفضلها وتحسنت في الأول الأخيرة كانت الليرة التركية أزمة الليرة التركية بدأت منذ أن كان هناك تسجيل أعداد من التضخم كبيرة جدا في تركيا ولكن لم يوافق سياسة نقدية تكافح هذا التضخم مما دفع الليرة كقوة شرائية أن تتراجع أمام الدولار الأمريكي وصلت مستوى التضخم إلى 20% وتردت أوضاع الليرة التركية إلى حدوث 18 ليرة مقابل الدولار سعر الصرف في السوق الموازي وصلت إلى قرابة 11 ليرة حتى توقيت هذه النشرة والعرض في الحد الأدنى للأجور الشهري طبعا عندما تتراجع أسعار الليرة أو العملة فإن ذلك يؤدي إلى تقلص القوى الشرائية للعملة وبالتالي الحد الأدنى لدينا للأجور يتأثر في يناير كان بحدود 222 دولار أو كان في ديسمبر 380 دولار ليصبح بعد ذلك 222 نحن نتحدث أيضا لو بعد قليل تابعنا في لبنان الوضع أكثر أسفا بالنسبة لمعدل التضخم يرتفع بـ 21% وهو مستهدف بمعدلات تضخم أنتصئ إلى 5% محاربة التضخم تحتاج إلى أكثر من طريقة وآلية وليس فقط بدفع أسعار الفائدة إلى الارتفاع وهذا ما يجده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مخالف تماما الذي يرغب دائما بتخفيضه وليس برفع أي أسعار الفائدة وبحسب تقرير البنك الدولي فإن معدل الفقر في تركيا كان قد تجاوز الـ 12 في المئة في العام 2020 مقارنة بـ 10 في المئة في العام 2019 الوضع الحالي طبعا للاقتصاد هذا هو نتيجة التدخل بسياسة نقدية كما ذكرنا من قبل الرئيس التركي وقالته لعدد كبير جدا من وزراء المالية ومحافظي البنك المركزي فقدان أثقة المستثمر الأجنبي بإداعي أمواله في ظل حتى ارتفاع نسبة الفائدة المغرية ولكن مع تراجع صرف الليرة التركية الليرة السورية وضعها بارتبط من مشهد التوتر والحرب الداخلية الأهلية في سوريا وبالتالي سعر الصرف في السوق الموازي يصل إلى 3500 مقابل الدولار وبالتالي من كان يتقضى 300 دولار الآن في سعر الصرف يصل 22 دولار فقط حسب تقرير اليونسا في العام 2018 83% من السكان هم دون خط الفقر في سوريا ونحن نتحدث عن المكتب المركز الإحصاء الذي يجد بأن مستويات التضخم ارتفعت في العام 2020 إلى 200 في المئة نهيكم عن التضخم المستورد نتيجة العقوبات الاقتصادية التي مرست على وضغطت على الاقتصاد السوري أما أسباب تهاوي الليرة تعود إلى الانهيار الاقتصاد الناتج عن تدعيات النزاع وبحسب المبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا فقد أشار إلى خطورة هذا الأمر وقال بأن الأموال اللازمة لإنعاش الوضع الاقتصادي والاجتماعي تتجاوز الثمانمائة مليار دولار نحن نتحدث عن مشروع قيصر أيضا الذي أجبر سوريا في وقت من الأوقات أيضا أن تردخ لبعض من الاستجابات الدولية وخاصة فيما يتعلق بدورات إعادة الإعمار الليرة اللبنانية ننهي بها هذا المشهد وهي الأكثر صعوبة على المواطن اللبناني السبب يعود إلى أرقام تضخم كبيرة جدا في السوق السوداء نحن نتحدث عن 28 ألف ليرة مقابل الدولار لحد الأدنى للأجور اليوم بحسب سعر صرف الليرة يصل إلى فقط 25 دولار للفرد بحسب الأسكوا فإن نسبة الفقر المتعدد الأبعاد تضاعفت من 42% إلى 82% في العام 2020 ونسبة الفقر المادي تتجاوز 70% من القاعدة السكانية في لبنان التضخم في لبنان هو الأعلى على مستوى العالم وهو أعلى من دول مثل فنزويلا وزنبابوي التي كان دائما يتم تداول العملات الورقية التي تأتي طبعا برزا ملفوفة ويعجز المواطن عند ذهابي للتسوق لاحتياجاته اليومية أن يحملها في أكياس وبالتالي اللجوء دائما كان إلى شطب الكثير من الأصفار في هذه العملات وإعادة طباعتها بأصفار أقل بالنسبة لأزمة الليرة اللبنانية الوضع الاقتصادي الحالي هو نتيجة الفساد عدم التصرف في أموال الدولة بشكل جيد مطالبات طبعا بتحقيقات استنزاف الاحتياط الأجنبي وبالتالي أصبح لدينا عجز مزدوج أو كما يتم الإطلاق عليه وبالتالي عندنا عجز في الميزانية وعجز في الحساب الجاري وحساب المدفوعات كذلك فقدان ثقة المستثمر سبب رئيس وهروب الأموال التي كانت تدخل إلى لبنان إلى الخارج وبالنسبة لحاكم مصرف لبنان المركزي يقول بأن الاقتصاد حاليا بحاجة إلى 12 مليار ل 15 مليار دولار إضافية غير طبعا نتحدث عن الأموال التي وهبت من قبل سادر وأيضا المعونات من فرنسا وغيرها من الدول